جميل 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 طيب هقولكو على حاجة اول حاجة يعقرب الحالة المادية عندنا بتتطور ببطء يعني فاموت فيكو كلوكو والله بتتطور ببطء يعني ايه؟ يعني شوية شوية في المصروف نتدي نصرف في الحاجات اللي لها لازمة والحاجات اللي جابت اجلنا دي بالراحة نصرف الحاجات اللي احنا نحتاجينها فقط الحالة المادية بتتطور ببطء الشهر دا يا جماعة انا شايفة قدامي عمل جديد للعقرب الناس اللي مبتشتغلش او مستنية شغل اذن الله في شغل جديد الناس اللي بتشتغل قردي حاضر يا حسام هرد على سؤالك حاضر الناس اللي بتشتغل قردي ممكن يكون عندها تغيير في الشغل يعني هيروحوا شغل جديد هياخدوا معين في عندهم حركة بتحصل في الشغل او هياخدوا حتى دورة تدريبية في حاجة عندهم حركة بتحصل في مجال العمل كويس قوي قوي هي عندي كمان ورق حكومي جوستس جوستس لو هو مش ورق ورق حكومي زي مثلا ورق جمعة ورق مدرسة ورق قرد ورق قضية اي حاجة تخص الحكومة فهو ممكن يكون العقرب اساء الحكم على شخص معين اساء الحكم انا تظهر لي بعديه على طول حكم نهائي اوكي واطلق حكم نهائي يارب ما يكون العقرب اطلق حكم نهائي في ظلم او في خطأ راجع نفسك يا عقرب المرحلة اللي انت عمال تحكم فيها وتطلق فيها احكام دي انك انت تطلق احكام صحيحة صفي ذهنك وقيم الامور وحط نفسك مكان الشخص التاني قبل ما تطلق اي احكام نهائي ده كمان ممكن يكون معناه ممكن يكون معناه معافاة العقرب اللي كانوا عندهم اي بعد الشارة ربنا يعافي الكل اي امراض جسدية او نفسية او اي حاجة من الحاجات دي ان شاء الله بيصحوا وبيصحوا وبيفوقوا والدنيا عندهم ان شاء الله بتتحرك كده الحمد لله في معافاة من المرض في عندي كمان في اكتمال دائرة اللي شغالين على حالة دلوقتي يا جماعة اللي شغالين على اللي داخلين مشاريع اللي بيعملوا اي حاجة عندهم اكتمال دائرة نجاح في كل حاجة ان شاء الله نكحين وبصوا بقى النتيجة بتاعتها مغامرة حاسس ان هو مغامرة وثقته في نفسه عالية جدا ومتفائل والدنيا عنده كويسة جدا وزي ما انتم شايفين ترت اصفر والشمس طلعة تجنن تجنن بس هقرب خلي بالك انت متهور شوية عندك شوية اندفاع خلي بالك لان زي ما انتم شايفين هنا الارض خلصت وهو مكمل فخلي بالك من خطوتك شايفة قدامي عمل حاجة انت بازلت فيها مجهود كتير 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 ومكتش بتلاقي مردود او تلاقي مكافأة او تلاقي حاجة مردود يعني المردود ان شاء الله هيبان دلوقتي هيبان معك دلوقتي يا عرب حاجة اشتغلت عليها كتير او زي ما احنا عتعودنا من الكارت ده عملت خير في حد ساعدت حد وقفت جنب حد بيتراضي لك دلوقتي شايفة قداني صبر وانتظار مستني شيء الحالة العطفية عندك مش باينة خالص في الاراية الجنرال ولا كوباية ولا كوباية هل ده معناه ان حالتك العطفية مستقرة للدرجات دي يا عرب انا مش عارفة بس انا شايفة صبر وانتظار هنشوف دلوقتي في عندي هنا 4 of pentacles ده زي ما انتو شايفين رابط على حاجة ماسك على حاجة شايفين كوين فوق راسه واحد بين ايديه واثنين ماسك عليهم تحت رجليه ده معناه ايه ده معناه انك يا اما ماسك على فلوس مش عايز تصرف فلوس او تفدي فلوس ولو حال المادية دلوقتي مش مضبطة فانت عليك كل الحق ان انت اعمل كده او مسك على مشاعر مسك على اهتمام بي حاجة انت مقرط عليها شوية اللي بيقولي دفول أيول كارت ده فعل اسمه دفول وبيوحي بالطيبة وبيوحي بالتلقائية والعفوية كارت جميل جدا عن فكرة مش معناه دفول يعني أهبل لا خالص بمعناه طيبة ومعناه عفوية وهو فعلا العقرب كده في عندي هنا حالة دفاع عن النفس يا عقرب في حالة دفاع عن النفس شديدة أو حالة منافسة شديدة جدا شكل النهاية أو الريزولت من الموضوع ده حاجة حلوة يعني لو هي حالة منافسة فانت ان شاء الله هتكسب المنافسة دي لو هي حالة دفاع عن النفس فانت هتدفع عن نفسك مزبوط وهتثبت حقك واضح جدا ان في بعدها عملية حالة من الفخر هنا ان شاء الله ستفعله والكارت ده كمان بيوصفك يا عقرب انت شخص حساس وعندك عزة نفس وما بتحبش أبدا حد يزعلك أو يدوسلك على طرف انت فعلا حساس جدا جدا وكمان زي ما قونا ده بيوحق من حالة المدية بتطور ببطء يا عقرب خلي بالك من مصفة اللخص القرية بسرعة هنا في عمل جديد للناس اللي ما بتشتغلش ان شاء الله في عمل جديد الناس اللي بتشتغل في تغيير في حالة العمل يعني بتغير رايح من مكان لمكان تاني او بتاخد دورة تدريبية في حاجة معينة عندنا كمان هنا الـ اما انه انت ظلمت حد او اطلاق حكم مش صحيح او تقييم حتى مش صحيح على حد او انت بتعمل ورق حكومي عندنا هنا كمان معافاة من مرض حاجة كانت تعباك ممكن تكون نفسيا او جسديا وان شاء الله بتفوقه بتصح او بتطلق حكم نهائي اللي محسسين هو حكم نهائي ان في قبلها عملية اصدار احكام فعلا فخلي بالك يا عقرب اتأكد بس ان انت مش بتظلم حد علشان انتو عارفين بترجعتين يعني بتتظلم بتتظلم اوكي تعال 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 انا بصوا بقى النهاردة انا مش قادرة اخد ودي كتير اي حد حيضيقني عمله بوقع اي حد فبليز اللي مش عاجبه اللايب يخرج بليز فيه هنا حالة نجاح واكتمال دائرة اللي بيشتغل ودلوقتي يجعالين على حاجة او دخلين مشروع عندهم ان شاء الله نجاح وزي ما تقولوا حاسين بفخر واللي حواليهم مفتخرين بيهم وباللي بيعملوه مرضود عمل طال ان شاء الله بيجي دلوقتي بتجني سمار حاجات انت اشتغلت عليها قبل كده شايفة صبر وانتظار لشيء معين هنعرف شكل الصبر ده ليه علاقة بالحلال عطفية حيبن دلوقتي حالا فيه هنا ماسك على مشاهر ماسك على فلوس ماسك على اهتمام مقرط على حاجة لو هي فلوس انا معاك اعمل ده لو هو اهتمام بليز لا ايه دي اهتمام اكتر من كده لا يا سلمة دمتي حبيب تقدم ده واحد ثاني اه هنا فيه حالة دفاع للنفس او حالة منافسة جديدة عندك يا اقرب يعني لا تفقد اتزانك اه ان شاء الله هتطلع من الموضوع ده يا كسبان وهتثبت حقك هتثبت حقك اللي بيقول يولد زلم رانين هتثبتي حقك فيه حالة دفاع للنفس هنا انا شايفها لا انا ما عملتش ده مش صح هتثبت حقك هتثبتي حقك وهتطلع من شاء الله من الموضوع اما اه يعني متصافين ومتراضين او انت على اقل كسبانة ده اه دخلة مغامرة وحاسة طاقته ايجابية جدا شخص عافوي زي ما قلنا وبيتكلم عن اللي جواب من غير ما يفكر هنا في حالة مدير تتطور ببطء وعزة نفس كده ويعني تطلع للمستقبل انا شايفها في كمان تطلع للمستقبل كويس اوي انا حاسة ان الحاجات دي هيبقى لها تأثير كويس عليك النجاح والخير اللي انت بتحصده دلوقتي ده هو هيخلي حالتك النفسية كده متطلع لبكرة ان شاء الله بكرة في حاجات حلوة جدا يا عقرب الشهر ده شكله حلوة قوي عليك بشكرك يا ياسمين اوي 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 انا مش فاهمة سؤالك يا حسناء فليز عيدي تاني كلام مسيحنا بويجل عقرب ده الوضع الحالي عندي في حاجة كتير كويس اوي اوي حلوة جدا ستوري بي حبيبة قلبي ازاي كتسلميلي يا روحي بإذن الله احمد اخبار كويسة جدا ان عندكم نجاح وعندكم شغل وعندكم حاجات حلوة اوي هنشوف الحالة العطفية دلوقتي اخبارها ايه بس قابلا لما نقولي الحالة العطفية انا في سؤال كانت فيه واحدة اسألته لي فرسالة وبعدت هالي ولاق عشان برضو اوضح ان اللي بيطلب حاجة انه توصل لي ولاق بتوصلها لي بتسأل الكروت دي بتجاب منين الكروت دي مش موجودة في مصر خالص انا دورت عليها في كل حتة ملقبهاش دامك حل الان اتنين اما تطلبيها عن طريق عن طريق اونلاين ايه حاجة من الويب سايت بتاعت بره واللاساب هتفعليها جماريك كتير جدا جدا يعني هي مثلا هوتل تكلفك مثلا 24 او 20 دولار هتجي بيها اما دبل او تريفل يعني انا جيت كت عايز اجيب وعنده هتقوم عليها بالفين ونص بتشيز غالية جدا وهي سعرها مش كبه واللي ليه اللي عنده اي معلومة تاني ان الكروت دي شافها كماص بليز يدلني يعني ارجوكو دي حاجة تاني حاجة بتشوفي زي من الكروت دي الكروت دي بي لازم تتذاكر يا جماعة بتتذاكر كل كارت اللي معنا بيتحفظه بيتلازم في الاول بتحفظه انما بعد كده القارئ كل لما بيتعامل مع الكروت اكتر الطاقات بتوضح لي يعني انتو شوفوا وديوهاتي مسلا الاول لما بيتقرى خالص حاجة ودلوقتي حاجة تانية خالص كل ما القارئ تمكن اكتر كل ما بيبتدي يقرم رسائل من الكروت حتى برا الكتاب برا الحاجات اللي مذكورة في الكتاب اي حد ممكن يقرأ؟ اي حد ممكن يقرأ بس اللازم يكون عنده روحانيات شوية لازم يكون عنده استقبال الطاقة دي بيعرف يستقبل طاقة بيقدر يحسد حاجاتي يستشفى حاجاتي انتو تبقى عايز روحانيه شوي مش اي حد اي حد بس طوى عن اي حد انا مش بعمل حاجة فضيعة فبس الفكرة انه لازم يبقى عندكم اتمرامت المريم معينة بالتأمل والحاجات دي كلها احنا عايزين نختار النهاردة ولد يا جماعة في القراءات الخاصة الولاد شدوا حلكوا في الشير لان قرينا البنات كتير قوي الفترة اللي فاتت فلو راشد موجود معنا يا بيت نختار شب النهاردة علشان بيجي لنا اتهمات ان احنا بنقرأ البنات بس ففليز لو راشد معنا يا للا قولي له ويختار لنا ولد النهاردة بس طبعا يكون عامل شير مظبوط اه كنا بنقول اه حدة التأمد دي جمعة بس بتغزي عندنا حاجات بتخلي فيه شفافية شوية ان احنا بنقدر نحس بحاجات بتفتح العين الثالثة الشاكرة بتاعت العين الثالثة دي بتخليك تحاول تفدي تتنبأ شوية بحاجات وتوصلك صورة اوضح شوية بس كده يا رب اكون جاوبت على الاسئلة كلها لو في اي سؤال انا معاكو دلوقتي بقولك انا دلو جلو اقول صح 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 وانا وحبيبي سبنا البعد انا دلو هو الحمل وبعد ما خالص معرفش السبب اعوز اقرأي خاصة ممكن حبيبة قلبي يا حسنة من عناية طبعا ابعاتيه حبيبتي للصفحة وان شاء الله ان شاء الله في اقرب وقت في اقرب وقت نعمل القرية حبيبتي انا مش بكرة قراءة الدلو انا عايز اقولكم على حاجة برضو يا جماعة الناس اللي بقرأ لهم ويجعوا قلولي انا سمعت اللايب بتاعك وقلتي كذا 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 ولي قلتي حصل انا فعلا مبفتكرش قلة الف القرية زي ما تقولوا ببقى في حالة يعني مجرد ما ببتدي القراءات بدخل في حالة كذا فمجرد لما بخرف من القراءة بنسى كل حاجة نقول يعني ببقى شايفاها ده غير طبعا انا عندي زهايمر ده قصة تانية خاصة بس ان الفعلا بنسى قلة الف القراءة انا مش فاكرة قرأت الدلو كان فيها ايه لكن ما اعتقدش ان ده فرق يعني على طول يعني افكر ان شاء الله في رجوع باذن الله طيب نشوف بقى الحالة العطفية اخبارها ايه اللي ما بنلعاش حاجة خالص في قرائتك يا ااا عقرب تمام اوكي شكرا يا رشد حلوة او يا ايه يا ربنا يخليك يا رب ده انت القلب جميل وطيب بسي بشكرك يا ايهب بشكرك يا روبي اوي 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 حبايدي ربنا يخليكوا ليه يا رب في المكتمنى جدا ربنا يتمنى 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 يا احمد ان شاء الله ربنا يتمنى يفرح قلبك يا رب ان شاء الله ان شاء الله بصوا يعني مداقت الا لما فرجت كل اللمات دي اتكدوا ان فيه فرج دايب قيام خلص this is for December because this is the last day of November it's 30 days from the date of the reading تحصل بعدها فعلا انا بعض نهائي اوه طب صور صورة انا مش فكر القرية يا روحي والله ما حكراها بس يعني بليز ما تزعليش ما تزعليش نفسك اتأكدي ان ده خير ربنا مش هيعمل في حد حاجة مش مش كويسة ما تخافيش يعني اكيد في خير فين راحت فين خديجة انتي الا احلى خديجة وكومين من احلى مراكو جدا ايلاو مراكو الحالة المادية عمر احنا شفنا من المرحلة الاولى المادية الحالة المادية تطور ببوت خلي بالك ما نصرفك اصرف بالمهم فقط بتطور ببطء جدا طب تعالوا نشوف الحالة العطفية بتاعته عملا ازاي احنا بنبتدي دلوقتي حالا العقرب حالة العطفية ممتاز مهادين صحيح بصوا لحد العطفات اللي هقرب ما تصرش يعني بحقيقي ما تصرش حاجة حاجة غريبة جدا يعني طيب اللي هقرب نفسه نفسه يحس برضا يعني هو مش حاس مراضي او نفسه يحس ان هو مرتاح حتى هو مش مرتاح يعني اللي هو يا اما شاكك في شريكه يا اما حسس ان هو ما بقاش يحبه وفي عنده قلق مش عارف يعض يعني فهمين قصدي مش عارف يعض وفي نفس الوقت مش قادر ياخد خطوه مش عايز ياخد اي خطوات يعني مش عايز يتكلم مش عايز يتدخل عايز يشوف الموضوع هو حيمشي لوحده ازاي في حالة عايز او عايز يوقف العلاقة عايز خلاص العلاقة توقف هنا يعني مش عارفة مش عايز يكمل ايه ايه الحكاية عنده مش عارفة شايف شريكه ازاي شايف شريكه منغمس في ذاته يعني يمركز جوا نفسه ومش حاسس باللي بيدور حواليه او مش مركز مع اللي بيدور حواليه الطاقة الطاقة على حولة ولا قوة قيلة بالله الطاقة فيها سيوف كتير جدا فيها خوف مخاوف شديدة جدا ان عدام امان مش شايفين حتى يعني الخطوة الجاية نعمل فيها ايه ام لأ حاجة حاجة مرعبة لأ حقيقة يعني انا خفت الشريك عايز ايه انا شايفة ان الشريك يعني مش في نفس الصفحة بتاعتك يا عارف بصوا الشريك شايف ان العلاقة كويسة بس عايزة شوية شغل يعني ان هو ايه شوية تصبطات نفسه في ايه كمان نفسه في ايجابية يعني انا شايفة ان انت عمال تجذب ليك طاقات سلبية ومخاوف وفيلم رعب شغال هو عايز شوية زرقان بقى يعني شوية طاقة ايجابية في العلاقة وشوية اهتمام ركز في الموضوع الاساسي يعني عايزك تركز في الموضوع الاساسي زي ما تقوله انت عقرب مركز في حاجات بره المشكلة فهمين قصدي وحطت فيها كل تركيزك وكل اهتمامك لأ هنصبط بقى الدنيا دي دلوقتي شريكك شايفك ازاي شايفك شخص يعتمد عليه شخص قوي شخص عنده حكمة بيعرف يفكر كويس وبيعرف يكون قرارات كويسة وبناه قوي وصلب بمعنى ان علاقتك بيه كمان من ضمن الحاجات دي علاقة قوية وصلبة فايه اللي بيحصل بيحصل دلوقتي حالة موت لشيء ولادك شيء جديد في حاجة عندك بتموت يا عقرب في حاجة عندك بتموت يا رب بلحقك لو انا شايفة صح 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 كويس قوي يا رب انا اكون بلحقك قبل ما الحاجة دي تموت اما او يا رب يكون ده اللي حيموت بالوقتي الحالة المقسوية اللي انت فيها دي اللي عايزها تموت خاصة يا رب بقى نموت بقى الحالة السلبية دي شريكك مش شايفك بالسوق ده او العلاقة هي مش بالسوق ده ويحل محلها ان شاء الله حاجة كويسة جدا فيه قرار الفترة اللي جاية هتبتدي وقت بوقعين في قرار نعمل ده ولا نعمل ده نفضل نكمل ولا ما نكملش شايفة بعدها الدنيا حضور الحاجة لحضور وهتبتدي تشوف تغيرات يعني تغير جامد بس أنا عايزة أقولك يا أقرب وأنا مش هتحك عليك وهقول الموضوع بصراحة لو مغيرتش من نفسك وأنقصت العلاقة دي الدنيا دخلت حتى وحش قوي معلش يعني أنا هكون صريحة ومعلش خافوا بقى بس المهمة تاخدوا حضور في خسارة في خسارة يعني يعني إيه حاجة زي إيه لأ في حاجة في خسارة في حاجات وحشة ممكن تحصل أنا القرية دين كورودي أنا بالنسبة لي مش كافية أنا عايزة شد كارت ونشوف إيه اللي يتعمل أو عشان أنتوا تتطمنوا الشريك بيحبك ولا لأ عشان أنا عارفة هو ده اللي محيارك دلوقتي يعقرب ومخلي حالك بالمنزع ده أنت نفسك تعرف شريكك بيحبك ولا لأ شريكك بيحبك بيحبك بس هو ممكن يكون عنده شيلة تقيلة بس عنده مشاكل كتير بس بيحبك جدا بحبك جدا يتمنى لك الردى طردى يعني طيب خلاص الحمد لله نبتدي بقى إيه نركز في طلاق لو النبي بقى لاش طلاق ولا أي حاجة من الحاجات الطاقة فعلا نوشية جدا اللي بيحصل مش ضريف بس لو موقفتوش المهزلة دي الموضوع هيقلب نكد نهدى كده بتوع العقرب العقرب وشريكو نهدى ايه اللي يحصل ايه اللي يتم مفروض تعملوا ايه تصبروا اول حاجة شوية صبر اهو انتظار اللي كان طلعلكو في القرية الجنرال وبعد كده شوية تفاقل بقى شوية تفاقل خراصلح راح أصلا اه حصل طلاق فعلا الحمد لله سيخ صورة ممكن انا اقرب معا فعلا صح كلام صح جدا بس خلاص سبنا بعض كانت في فسخ خطوب فعلا طيب طب بص يا جما الفسخ لسه ممكن يكون يحصلوا جوع الزعلانين وثابة البيت او ثابة البيت لسه في رجوع اه حاولوا بس تغيروا اكساروا الدايرة يعني حاولوا تكساروا الدايرة بتاعت التشاؤم دي الموضوع انا شايفة انه في امل يعني الشركة بيحبك يا عرب طب السؤال طب هل انت بتحبه ولا انت بطلت تحبه يعني طب انا عايزة اعرف ايه المشكلة الشركة بيحبك انت مالك بقى انا شايفة انك انت كمان بتحبه يعني بس على فكرة مش قد ما هو بيحبك يعني الشركة بيحبك اكتر فيعني عقرب استهدوا بالله استهدوا بالله اللي حصل عندهم فراء بليز راجعوا نفسوكو تاني وده اللي لسه في خط راجع يعني حاولوا تصلحوا الدنيا ان شاء الله هتمشي الشركة كعنده مشاكل لو هو المضوع قلة اهتمام لو هو بيعملك وحش اي حاجة من الحاجات دي وعايزة تطلق بلاشوا النبي الحاجات دي بلاشوا النبي الافكار دي خدوا وقتكو شوية في التفكير في المواضيع دي الشركة بيحبك وعايزك يا عقرب انت بس الحساس دي يعني زو ما انا قلت لكو في اول اللايب كله العقرب زيه زي الحوت والسرطان الثلاث ابراج دول ابراج ما ايه يعني حساسين جدا جدا يعني الهوى بيأثر فيهم بيلقوتوا طاقات بسرعة جدا عشان كده تقيهم متقلبين من المزاج بسرعة يعني بيدخل من طاقة الطاقة بسرعة نفس السنية فاخدوا الموضوع بالراحة اقعدوا مع نفسوكو شوية فكاروا راجعوا نفسوكو قبل ما تاخدوا اي قرار في انفعال شكرا شكرا